أعزائي نصل إلى ختام هذه الدراسة عن رحلة الميلاد أنا بشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقات وتذكر رسالة الميلاد كل غرض الميلاد هو المسيح اتجسد وأخذ جسد إنسان حتى يقدم الخلاص والفداء من أجلك ومن أجلي هذه الرحلة ما زالت حتى يومنا هذا هو بكل بساطة كل من يدعو باسم الرب يخلص وعندما تدعو المسيح إلى حياتك فهو طبعا يصنع معجزة خلاص اليوم في داخلك وفي حياتك أنا بشكرك إحنا اليوم طبعا في هذه السلسلة صرنا في مراحل عديدة من الجليل إلى أرشليم إلى بيت لحم إلى عين كارم كل هذه الرحلة حتى نظهر تاريخية الميلاد حقيقة الميلاد أهمية الميلاد ورسالة الميلاد كلها من أجلك أنت الله يحبك وكل هذه الدراسة حتى أنت يكون إلك علاقة شخصية مع الرب أنا بصلي أنه ربي يباركك ويبارك بيتك كل عام أنت بألف خير وبصلي ربي يباركك ويبارك أسرتك أيضا في هذه المناسبة